اشتركوا في القناة يتعلق بإقرار ما يمكنه أن نصطلح عليه بالتأشير الإلكترونية ما غير يبقاش الآن جميع الأجانب الذين يرغبون في زيارة المملكة يمشيوا للقنصوليات خاصة اليوم تنعرف الصعوبات التنقل من بعد الكوفيد وهذه العقلية الجديدة التي تتأكد يوم عن يوم بأنه يصعب أن تنشي إلى واحد البلد لما فيه تأشير ولا الذي فيه تأشيرة إلكترونية فابتالي بتعليماتي نسبة من صاحب جلالة ومن أجل مواكبة القطع السياحي وتوفر كل إمكانية النجاح دي الموسم السياحي الحالي تم إقرار هذا العمل الذي سنطلق يوم عشر يوليوز من هذه السنة أنا سأضح لك هذه المسألة تضم أو تستهدي في مجمل ديها حوالي 49 دولة ما هي الإجراءات التي فيها؟ فئة ثلاثة ديها الفئة المستهدفة الفئة الأولى هي فئة المواطنين الأجانب المواطنين الأجانب الخاضعون لنظام التأشيرة بالنسبة لبلدنا إذا بغوا يدخلوا قصهم التأشيرة والمقيمون بإحدى دول الاتحاد الأوروبي مثلاً هذو ناس اللي تيعيشوا عندهم الإقامة دي الاتحاد الأوروبي أو لا الولايات المتحدة أو لا أستراليا أو لا كندا أو لا المملكة المتحدة أو لا اليابان أو لا سويسرا أو لا زيلندا الجديدة كل مقيم في هذه الدولة وخاما عنده غير يعني هو مواطن ينتمي إلى دولتين أخرى كالا مفروض يعمل تأشيرة بش يدخل لبلدنا يكفي أنه يعمل واحد الطلب على مستوى واحد البلاتفورم اللي 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 يتم الاشتغال بها قريباً ويحصل على الفيزا الإلكترونية ديالو إلا كان مستعجل في 24 ساعة وإلا ما كانش مستعجل في 72 ساعة عفواً في 72 ساعة وكل كل فيزا فيزا كل تأشيرة تأشيرة عندها واحد الرسم يؤدى عليه 24 ساعة أقل من 72 ساعة وطبعاً 24 ساعة 24 ساعة ولا 72 ساعة الفئة الثانية هي فئة المواطنون الأجانب الخاضعين لإجراءات التأشيرة والحاملين لإحدى تأشيرات بعض الدول يكفي أنه عنده في الباسبور ديالو واحد تأشيرة من ديالو واحدة الدول اللي هي شينغن أو اللي عنده تأشيرة للولايات المتحدة الأمريكية أو اللي عنده تأشيرة ديال أستراليا أو لكندا أو للمملكة المتحدة أو لإيرلندا أو لزيلندا الجديدة اللي عنده تأشيرة لصالحة لمدة أقل لمدة 90 يوم على الأقل من حقوق ويدخل المملكة المغربية بواسطة تأشيرة إلكترونية يأخذها في 24 ساعة ويدخل البلد بدون أي إجراء كيتوصل بالتأشيرة الإلكترونية ويقدمها في الحدود ويدخل بدون أنه يتنقل شيقون سوريا بالنسبة للمواطنون اللي تكلمت عليهم قبيلة هم اللي ستكون عندهم واحد الإقامة لها ذاك البلد سرية المفعول على الأقل 180 يوم وكين الفئة الثالثة هي مجموعة ديال الدول اللي عندها مثلا مجموعة من عندها مجموعة من تسهيلات للولوج لهذه المجالات بحالشين قان بحالوليات المتحدة بدون تأشيرة اللي هي الطايلند وإسرائيل هدو من حقهم أنهم يدخلوا للمملكة المغربية بدون كيفما قلت يأخذوا غير بجواء الصفر عادي وبتأشيرة إلكترونية إذن هاد هالتأشيرة كيكون فيها المدة ديالها 30 يوما ولكن تقدر تكون يعني يقضي 30 يوم في المملكة لكن تقدر تكون لمدة ديالها تمتد إلى 6 أشهر ديالك المتعددة الدخول وبالنسبة كيفما قلت الرسم الرسم سوف يتم نشره في الجريدة الرسمية ديال الذي يجب أداؤه بالنسبة 24 ساعة أو 72 ساعة والآن الوزارة ديال الخارجية تعكيف على هذا الملف عبر يعني تسخير 15 إطار معهم ربعا ديال القناصلة اللي بدأوا يشتغلوا على هذا التعامل مع هذا الموضوع هذا كيفما قلت سيصبح سريا المفعل وسينطلق العمل به ابتداء من 10 يوليوز من هذه السنة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة